اشتركوا في القناة الى اختيار مدربين معينين لعمل لياقة بدنية وايضا رجوع للرياضة يمكن في فترة الناس لا قاموا تتسوي رياضة فتحتاج ان تكون تحت ادارة مدربين معينين متخصصين في نفس المجال فلذلك اليوم شرفنا في تواجب مدرب لياقة بدنية عبدالله العوضية حياك الله حياك الله نورنا اليوم وهذا موضوع توقعهم شريحة كبيرة من الشباب فالحين الشباب بعيد قاموا يتجهون حق مدرب لياقة بدنية خاص لهم فهل الوصول حق هدف اللياقة البدنية سهل طبعا يعتمد على الشخص نفسه اللي يريد يوصل حط هدف جدامه يريد يوصل وش كثره هو يعني ناوي يدش بجد في الموضوع يعني أغلب اللي يدشون وايد ناس يبون يدشون بس يريد برسول ترايننج مو عارف هو مو حط هدف امامه ف يعتمد على الشخص نفسه والبرسول تراينر نفسه راح يساعده راح يقول له شلو انت هدفك وينت بتوصل يسأله ويجابه شي يما اكتشف بالضبط شنو شخصه بيوصل صح لانا في ناس يمكن تتأثر في الأجسام المختلفة يشوف شباب يشوف بالبحر يتأثر فعلا في الأجسام اللي قاعد يشوفها ولكن عبالها بيوم وليلة في ناس عبالها ان شنو كانت رياضة لو اللي ببالكم اللي يغيرك بيوم واحد ماكوش يسمي يغيرك بيوم واحد تحتاج لانت ترد رياضة تحتاج لانت تكون متابع في جدول معين متستمر في كل يوم يعني يصير مو ادمان ولكن هذا شي صحي وروتين جدا مفيد ان انت تترجع هذا جناية نمط حيات صح يعني انا دايما انصح في ناس يوني يقولون عندي فترة معينة عندي مثلا شي معينة بيسوي ابي اضعف بهالفترة عندي مثلا سفرة بتزود بتزود مثلا عندي عرس او شي كذي فهذا يعني دايما انا انصحهم ان في البداية احنا لا نركز على نمط او يعني هدف معين وبسيط وخلاص ينتهي هذا نمط حيات لازم احنا نستمر فيه صح لما نوصل مو بس هدفنا اول ما نوصل هدفنا راح نتصور نوصل اللي نبي واتوقع اللي كان يمكن فيه مرحلة السمنة او ما عنده لياقة بدنية وياخذ حتى لو موضوع جزئي رايح حسب الفرق فرايح عرف ان هذا الشي لو يستمر فيه راح يكون فيه فايدة بشكل اكبر لكن عبدالله في بعض الاجسام تستفيد من رياضة بشكل اسرع يعني فيه ناس يحتاج فترة طويلة عشان انه يمارس الرياضة يتبع جداول معينة عشان يوصل لجسم المطلوب او المنحوط او الفتنس اللي هو مثلا حاطب بالرسمة معينة في الجسم ففيه ناس لا فهذا يعود على شنو من هالأمور طبيعي اجسام الناس تختلف من بعض يعني مو كل الناس اجسام من ناس بعض صح فيه علميا فيه ثلاث انواع من الاجسام فيه اللي هو الاكتومورف هذا يكون عادة ضعيف 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 جسم على طول يحرق ما يبني عضلات ما يبني يعني ما يخزي نفات ولا يبني عضلات هذا يعني حالته دايما صعب ان واحد يبني عضل ويسير يحتاج بروتين يحتاج واي التغذية يحتاج نظام معين فيه اللي هو الاندومورف اللي هو وزنه زايد يعبي دهون بسرعة صعب ان ينزل دهون صعب يبني عضلات يأخذ فترة وفيه اللي بالنص اللي هو الميزة مورف هذا اللي هو يعني اكثر واحد ممكن يوصل الهدف اللي يبي باسرع طريقة يعني نعم وهذا أسهل شي حقا يعني وفيه ناس وايد تتمنى انه يكون بسرعة ينزل بمزاجة وبسرعة يصعد بمزاجة يعني هو يقدر يتحكم يعني في الفترة الأخيرة قعنا شوف ان شباب عادي احيانا يصير ما يهمه يروح بس يشترك بنادي يروح يسوي التمارينة وطلع ويقول أنا قاع حافظ على رشاقتي أو قاع حافظ على لياغتي خلنقول البدنية فشنو أهمية المدرب الشخصي المدرب الشخصي أول ميزة يعني يقدر يعطيه حق المتدرب اللي هو التحفيز عادة يجي الشخص مثل مثل ما تقولين يجي نادي يشترك خلاص ناوي يقرر انه يتغير جسمه يتغير يسوي شيء يديل بحياته بس ضايع يشوف أجهزة يشوف مدربين يشوف ناس أجسام حلوة فما يعرف شون يبدأ فيه فالمدرب الشخصي يساعده يحفظه يقول له لازم يعني يساعده بالبرنامج الرياضي ما له يعطيه برنامج يمشي عليه من A to Z يعني إذا قداش واحد ما يعرف وين يروح أخير يمل يقول خلاص أنا ورحات باكمل وباطلع فإذا في برنامج من A to Z مثلا راح نبدي هالسبوع الثاني الثالث تمارين مختلفة متنوعة المدرب الشخصي هو يفهم الشخص هذا وين يقدر يحفظه عشان يوصل وماذا الجسم يحتاج عشان يوصل حق اللي هو بمعنى قعد نذكر المدرب الشخصي نتكلم عن تمارين الشخصية أو الجماعية يعني ممكن السويدي لابد يكون على المستوى الجماعي يعني يكون المدرب موجود والشباب اللي بالنادي يكونوا يجاب لنا وفي تمرين الشخصي فأيهم أفضل أيهم اللي يكون أحسن وهذا فيه مميزات وهذا فيه مميزات الجماعي مميزات أن مجموعة شباب ويحفزون بعض وكل واحد يتعب يلا قوم الثاني وتمرين جماعي فيه يعني ممومني يعني ما يكون ممومني فيه ناس يشوفون أن يعني اللي يرتجون حق الشخصي يشوف نفسه ما يقدر يجابل مع المجموعة يشوف نفسه أن المجموعة كلها أو يمكنه ما يتأقلم مع مجموعة فالتدريب الشخصي يفيد تدريب الشخصي يمكن هو شخصيته يعني يحس أن ما يقدر يتأقلم في المدرب الشخصي ممكن ينمي عنده قوة شخصية يخلي يعني يتحفز إلا ممكن يعني يغير الثلاث مفيدين بالنهاية في النهاية فيه ناس تحب جذي فيه ناس تحب الشخصي نعم في الفترة الأخيرة قاعد يرحون النادي قاعد يتدربون أوكي قاعد ينزل وزنهم بس جسمهم ما قاعد يصير منحوت فشلون شنو يقدرون يسوون عشان جسمهم ينرسل مثل ما أهم يا ابونا أوكي هذا أنا في بداياتي صارت فيها سويت برنامج سويت برنامج ثاني سويت واحد برامج رياضية جسمي ينزل جسمي قاعد أحس أن يعني خسرت وزن جسمي المقاصات تغير بس الجسم اللي أنا أبي ما قاعد يصير فأول شي السبب الرئيسي هو التغذية يعني في ناس ويت يقول أنا دام أتدرب قاعد أحرق فقاعد أحرق الدهون قاعد أحرق على سوي رياضة شوي شوي رح يوصل هم شي النقطة الرئيسية لها التغذية يعني لازم واحد يعرف شنو يأكل صح الأكل صحيح اللي ساعده في بناء العضلات حرق الدهون وليساعده في ينزل بس جسمه ما قاعد ينحط يعني ما قاعد ينرسم الرسم اللي هو يأبي التغذية النمبر ون اللي هي الأساس في أي رياضة يعني نقدر نسوي معادلة رياضة مع تغذية تعطي جسم الصحي أو جسم اللي أنت تابع اللي أنت تابع حلو في النهاية مع المثابرة التغذية صحيحة والرياضة والمستمرارية توصل حق اللي تابع صحيح لا بد يكون في التزام في هذا الموضوع عشان أنت توصل للي أنت تابع ولكن هل أنه لازم يكون عندك خلفية في نظام الغذائي أو الرياضة قبل ما يكون عندك مدرب شخصي أنك تتوجه له أكيد اللي خلصنا ويتغير لازم يعرف شوي يتطلع يعني يعرف شنو يعني فيه ناس ما يعرف شنو أساسا المعلومات الغذائية مثل البروتين كايبوهدرات سلفات فلازم يصير عنده خلفية شوي يقرأ يبحث مو خلفية كبيرة يعني بس المدرب الشخصي ممكن يساعده يعني فهمه إذا المدرب الشخصي مطلع فهمان ممكن يفهمه ترى البروتين مثلا يساعدك في كايبوهدرات يساعدك في بناء مثلا العضلات أو حرق يعني كل وجبة أو طريقة الأكل هذا ممكن يساعده ممكن يساعده أنا بقع نشوف في مدربين يعني مو كلهم بعضهم ما يعرفون شيء بالتغذية يمكن بس بالجسم فيعطي المدرب يعطيه مثلا شيء غلط في التغذية فتقدر أنت تعطينا نوع من التغذية والرياضة الخاصة في مثلا واحد يريد يريد أن يريد بس عضلات مثلا من فوق ونظام غذائي معين ممكن تعطينا نوعية من هذه الأشياء التغذية ونوع الرياضة طبعا أكيد كل الرياضة تختلف تغذيتها خاصة في الرياضة نفسها ممكن واحد يأعين مدرب شخصي هو لاعب مثلا كرة قدم فلاعب كرة قدم غير اللي لاعب مثلا كمالة سام هذا يحتاج تغذية معينة رياضة معينة الكرة قدم يحتاج تغذية معينة ورياضة معينة فالتغذية ضرورية في أي رياضة الشخص يجب أن يمارسها نعم إذن واللي عنده وزن زايد في منطقة معينة في ناس تبعي مثلا بس بالعضلات يعني تكبر العضلات في ناس لا في مكان معين يبين يضعفونه فشنو الفرق فشنو التغذية التغذية لها علاقة أن أنا والله إذا بكبر عضل لازم آكل هذا الشيء وإذا مثلا بوخر منطقة ضايقتني بجسمي أو أن ما أخذ وزن أكبر أبي أضعفها تغذية لها شي ثاني عموما الجسم إذا مثلا الواحد يبي يضعف ما رح يضعف فقط منطقة معينة يعني في ناس تقول أنا بيشيل مثلا الكرش يعني إذا الدام هو قاعد يضعف عززم الكويت فلما هو بيضعف مثلا بيشيل الكرش ما رح يشيل الكرش ففوق رح يصير فهو لازم يضعف رح يضعف كل الجسم كامل شذي معلين ممكن ينسق أو في طريقة إنه ينسق وبنسق الوقت يضعف يخصص في شيء معين يعني فيه تمارين اللي هي تبني عضلات وبنسق الوقت تحرق دهون حلو فأنت ما تحتاج أول شيء تحرق معلين تبني فيه ممكن طريقة بمرة واحدة أنت صح ذوي الإختصاص يعني أتوقع عبدالله يمكن ما دير توافقني الرأي ولا في بعض المدربين اللي بدروح أقلم جسمين دائما يعني يمكن هذا كله دايركت بالبروتينات أخذ شذي أخذ شذي أخذ الحبوب سواء أمين أو غيره يدخل دايركت في عملية إنه يكون مراحل إنه يأخذ جدول شامل بلش جدول يدش على طول بدون الجهاز القضائي فأنت بعين الاعتبار بعيد الناس ما عندهم خلفية يعتقدون إنه إذا تجه حق المكملات غدائية وهذا رح يوصل حق اللي يريد تساعد ممكن تساعد عشرة بليمية بس من برنامجك يعني حتى لو أنت ما تأخذ مثل المكملات غدائية رح توصل حق هدفك إذا أنت تستمر وتشتغل صح توصل المدرب يشوف العادة هذين المدربين تقول عنهم يشوف الشخص مستعيل يوصل بأي شكل الأشكال اللي هو يوصلها حق هدفه فهو ممكن يستغل فيها استغل حتى بالأمور التجارية يعني هو راح يبليل أغراض يروح يبليل أغراض يستغل له فهذا واخر شيء ما يطلع بنتيجة صح فواحد لازم ياخذ وقت ويشوف حق المدرب الصح اللي يعني فاهم ما تطلع يروح له ويساعده في البرنامج أنا توقعت كم يوم بالأسبوع أنا لحين عندي مدرب شخصي كم يوم بالأسبوع لازم أتدرب معاه عشان أصل حق هدفي اللي أنا أبي حسب البرنامج وحسب الهدف مثلا خينقول أنت هدفت تبين ترفعين لياقة بأسرع وقت أو عندك مثلا لعبة في لعبة معينة وعندك بطولة فالمدرب الشخصي يشوف يطلع شنو البرنامج الخاص اللي خليت تسوصين حق هدفت بسرع وقت عموما مثلا الفتنس أو الرياضة الرياضة الطبيعية اللي بس واحد يبي يوصل حق جسم طبيعي تحتاج من ثلاث إلى خمسة أيام بالأسبوع بالأسبوع نعم مثلا اللي حاب يتواصل معاك أو يسئلك يناخشك على هذه الأشياء ويتواصل معاك شلون عندي موقعي الشخص اللي هو abdfitness.com وحتى لتوتر شيء abdfitness والإنستغرام وعندي قناتي في اليوتيوب في فيديوهات وبرامج وتمارين حق اللي ممكن يستفيد فلذلك أتوقع بمعنك ذكرت الموضوع الفيديوز يمكن في ناس واحد هل تقتنع في قضية أن أنا ممكن أشوف فيديوز في مدربين واحد يحطون فيديوز باليوتيوب وإننا ناس مثل ما أنت قاعد تطالع يعني أنت ما تحتاج تسوي رياضة في النادي تقدر تسوي في البيت صحيح وائد ناس تستفيد في البيت وتطلع بالنتيجة أكثر من الجن لأن يكون مرتاح أكثر مكانة ومرتاح في البيت عند أدوات بسيطة مثل عقل شغلات بسيطة ممكن توصل حق النتيجة اللي يقعد مده بالنادي وما يوصل طبعا أبيدي فتنس أنت شانل باليوتيوب فري فهذا شي جدا جميل لك تقدم للناس أن يتعاملون مع هذه الرياضات المختلفة فكل شكر لك عبدالله العوضي مدرب لياقة بدنية نحن جدا نسعدها في تواجه وتونى الكل استفاد من هذا الموضوع مستمرين مع المزيد من الرياضة لك معد بريك لكم معنا